إذن المعركة الأساسية الآن هي معركة ثقة لذلك سنسمع الكثير سنسمع تسريبات ستظهر تسريبات جديدة ستظهر ملفات جديدة ستظهر مشاهد وصور صادمة من خلال مرحلة التسعيناءات وأنا عندي معلومات في هذا الجانب أن هناك من تحصل على بعض الملفات التي تخص الجماعات وتخص تنظيمات المسلحة وينتظرون الوقت المناسب لنشرها وبثها لتكون ضربة قوية أولاً تستهدف بها المؤسسة العسكرية وثانياً تستهدف منها الرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إذن السؤال الذي يطرحه الكثير كيف يستعيد رئيس الجمهورية هذه الثقة يجب أن يخرج الرئيس من مرحلة الأقوال إلى مرحلة الأفعال قد تجسدت بعض الأفعال ولكنها ليست كافية فكل فعل يحدث يجري التشكيك فيه خاصة أن الجزائر تمر بمرحلة صعبة جداً كورونا الوضع الاقتصادي متردي ليس مثل ما كان لذلك من المفروض أن تتعامل مع رئيس يحكمك في مرحلة صعبة ومعقدة معقدة مثل هذه التي تعيش في الجزائر لا يكون مثل ما تتعامل مع بوتفليقة في مطلع الألفين عين عندما بلغت أسعار النفط درجة كبيرة واستفاد منها كثيراً والمليارات تصب في الخزينة العمومية لا يمكن أن تتعامل بنفس المنطق الذي تتعامل به المرحلة صعبة الاقتصاد العالمي منكمش الدول في حال يرثى لها أسعار النفط في تراجع قد تتعافى مستقبلاً كل هذه الأشياء صعبة جداً وتحتاج إلى الصبر وتحتاج إلى التجلب ولكن تحتاج أيضاً إلى خطاب عقلاني خطاب ذكي من طرف رئاسة الجمهورية يجب أن تبتعد الرئاسة عن خطاب لغة الخشب والمديح وهذه الأشياء يجب أيضاً أن القنوات الفضائية تلعب دور فعال فوالله أحياناً تأتي بعض البرامج وتراقش بعض القرارات المتخذة ولكن بسبب هذا النقاش تزيد تساهم في نشر عدم ثقة الجزائريين يجب أن نفهم ليس الشعب الجزائري الذي نراه على شبكات التواصل الاجتماعي هناك واقع آخر غير هذا الواقع الافتراضي هذا الواقع الافتراضي في جانب من الحقيقة ولكن أكثريته جانب مزيف مخترق من طرف أدوات معينة وأجهزة معينة تريد التسويق إلى شيء آخر غير الذي هو موجود على أرض الواقع الموجود على أرض الواقع هناك فقر هناك وضع اجتماعي متردي حقيقة هناك الكثير من الجزائريين لا يدخلون الفيسبوك ولا ينشرونه على تويتر ولا يكتبونه ولا يرويجونه لصورهم على الانستجرام ولكن يعيشوا واقعا مزريا مزريا هو يؤمن بما يراه لذلك أرى بأن الخطاب يجب أن يتجدد مثلا مؤخرا وزير البريد عندما تحدثوا تحدث الناس عن أزمة سيولة جاء تصريح رسمي يقول بأنها لا توجد هناك أزمة سيولة رغم أنه أنا شخصيا توصلت مع كثير من الأشخاص والله يعانون الأمرين يتنقلون من بريد إلى بريد لعلهم يتحصلون على المال يعني هنا من المفروض الخطاب السياسي كيف يكون أنك وزير أو ناطق رسمي أو وزارة عندما تتحدث عن أزمة أنت حارف بأنها موجودة وتقول غير موجودة لا المواطن لن يثق فيك مرة أخرى هو أصل المشى الصبح وعمل طابور لساعات ورجعه وما جابنا فلوس كيف رح يسبق أنه ما كانش أزمة لكن عندما لو يكون هناك خطاب ذكي ويقول نعم نحن قمنا بتوفير كل ما يلزم إذا فيه أزمات في بعض المواقع أو في بعض الأماكن فالذي يتحمل المسؤولية هو المسؤول المحلي لأن الوزارة آرى الوصية والحكومة وفرت كل الأمور لذلك على المواطن الجزائري أن يدرك أن أي أزمة يعانيها في المكان الذي يتواجد فيه هذه الأزمة فهي من طرف المسؤولين المحليين ونحن على استعداد تام لمحاسبة كل من يتسبب في هذه الأزمة وهنا أي مواطن يذهب إلى البريد وعندما يجد هذه الهزمة أو يذهب إلى البنك يدرك تماما أن الحكومة صادقة وأن المشكلة هنا وليست في الحكومة هنا تبدأ تستعيد الثقة هذا أعطيته مثال فقط ولكن أحيانا بعض الخطابات تزيد تضرب الرئيس عبد المجيد تبون ترى كثير يسألوني هل يوجد من يعمل ضد تبون بلا أدنى شك ويوجد حتى في محيط الرئيس من يعملون ضد الرئيس ويوجد حتى في الوزارات من يعملون ضد الحكومة وعناها ضد الرئيس لأن هناك مشروع تم إفشاله في الجزائر في فطرة حياة القيصر وهذا المشروع ما زال يتخبط ويريد العودة من أي مكان كان ولذلك رأينا الكثير من الوجوه المعارضة بالخارج رفعت من سقف اتهاماتها ووضعت كل أوراقها من أجل محاولة استعادة زمام الأمور ولكن جاءت الظروف غير صالحهم وهو لما حسبوا له أصلا جاءت كورونا جاءت مثل هذه الأزمات وهذا نوع من غباء المعارضة التي لا تحسب تحسب للأمور ولا تحسب للمستجدات ولا تحسب ماذا يحدث لذلك السياسي المحنك هو الذي لا يضيع الفرصة أما أن يجهد الفرصة على أساس قد تأتي له فرص أخرى فأعتقد أن هذا خطأ جسيم يدل على شيء إما على الغباء والجهالة أو أنها مجرد أدوار يقومون بها من أجل الإضرار بالناس فالسياسي كما قلت بأن السياسي المحنك والسياسي الواعي هو الذي يستغل الفرصة ولا يؤجلها تأجيل الفرص هو تضييع لها أهذا من يريد حقيقة التغيير؟ أما من لديه أهداف أخرى أعتقد بأنه لا يمكنه أبدا أن يصل إلى أي نتيجة ترجمة نانسي قنقر